قفة رمضان لعام 1441 تأتي في ظل إجراءات مختلفة إجراءات تم تكيفها مع سياق مكافحة وباء كورونا امتثالا لقواعد الحماية الصحية في مدينة طنجة تم اتخاذ مجموعة من التدابير في هذا الإطار تدابير احترازية واستباقية تهم تنظيف وتعقيم أماكن التوزيع إلى جانب المواد الغذائية والسلال والغاية سلامة المستفيدين قمنا بتعقيم المواد وكذلك القفة التي تدمن هذه المواد وكذلك قمنا بتعقيم المحل والذي خلناه معقم إلى غاية انطلاق عملية التوزيع رسميا العملية التي ستنطلق في اليوم الأول من رمضان كما هو الحال كل عام ستهم جميع مناطق المغربة في شهدتها الأخرى اتخاذ إجراءات السلامة الصحية ذاتها وتهدف عملية الدعم الغذائي بمناسبة شهر رمضان إلى تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة لا سيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة هذه العملية الإنسانية التي تطفئ هذه السنة شمعتها الحدية والعشرين تشكل جزءا من البرنامج الإنساني الذي تنظمه مؤسسة محمد الخامس التضامن وهو برنامج يرمي لتقديم الدعم للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن ترجمة نانسي قنقر